يوم الأربع الماضي كان ضيفنا الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا تحدث عن علاقته بالاتحاد العربي تحدث عن نادي الفيصل عن قرارات لوصفها بالغريبة بعد أحداث المباراة نيائية نتابع كلام الأمير وبعدها نترك التعليق للأمير تركي بن خالد أول مرة في تاريخ العلاقة ما بين الكرة الأسيوية والفيفا والاتحاد العربي لكرة قدم اللي بدأ مجدداً عاد إلى الحياة بالبطولة العربية كنتم أنتم الضحية الأولى بعقوبات غير مسبوقة شفت أنا البيان اللي طلعته كأنه كان فيه امتعاض والله يشوف أول شيء لدينا كل الاحترام لسمو الأمير والاتحاد العربي وأنا كنت من أوائل الناس اللي قلت رح ندعمهم في كل شيء وما زلنا في هذا الطريق بالنسبة لنادي الفيصلي طبعاً مهما كان الظلم اللي صار في البطولة بالنسبة لهم من حيث التحكيم الآخري لكن أسليبهم كان غلط تماماً وأيضاً طلع عقوبات ضدهم وإحنا كمان عاقبناهم بنفس الوقت لكن اللي لاحظناه أنه صار في عقوبات غريبة أيضاً اللي طلع للاتحاد الآسيوي وللاتحاد الدولي وهذا ظلم كامل لدينا جميعاً فلدينا الحق مقانونياً أن نوقف هذا الشيء كيف توقفون؟ والله إحنا رح قضائياً أكيد إلى أي مدى تضررتم أنتم من والله يا حرمان النادي لفترة سنة من أي مشاركة في اللعبة هذا ما صارت من قبل في أي مكان وأيضاً إذا كان فيه أشخاص عملوا أشياء خلص إحنا عاقبناهم وتعاقبت النادي فلذلك إحنا كمان كمنتخب تأثرته كمنتخب أردني خمس لعبين والله إحنا أكيد تترنا ولكن عندنا العمق بنفس الوقت ولكن دنا نحلها الواجب أنه أدافع عن حق أنديتنا هل لازلت تدعم الاتحاد العربي؟ طبعاً راح أضرني أدعم الاتحاد العربي بس هذا موضوع آخر وأيضاً استغربت يعني حتى إذا كان فيه شكوى لازم تيجي من الاتحاد الأفريقي كونه النادي من تونس أو من الاتحاد التونسي وهذا ما تمت فلذلك الأمر ربما غريب ولكن أنا أتركها للقانون الأمير تركي ماذا ترد على الأمير علي بن حسين؟ أول شيء أحب أسلب على صاحب السمو الأمير علي الأخ والصديق اللي أحترمه أحترام كبير جداً والأمير علي يعني يمكن أن أخوان ما عندهم بعض مشاهدي ما يعرفونه هو صديق من فترة ودعم كبير للاتحاد العربي وكنت كثير أنا يعني كثير من اللي حصل للاتحاد العربي كان لها رأي فيه وأقدره وأحترمه أحترم كبير جداً ولا أنسى بيان الاتحاد الأردني بعد نهائي كاس بعد البطولة العربية كان بيان مسؤول جداً وكان بالعكس يعني موقف ممتاز منهم كما لا أنسى الأمينة العام لاتحاد الأردني كان موقفه جميل جداً وكان يعني قدر يعني ينقذ ما يمكن إنقاذه في البرات النهائية ولا أنسى بهذا المناسبة بيان ناد الفيصلي والشيخ سلطان بن عدوان كان موضوع جميل جداً وكان يعني شف يا أبو كرم أنا شخصياً يعني أنا حزين على اللي صار وحزين على اللي صار من ناد الفيصلي وعلى ناد الفيصلي لا اللي حصل منهم ولا العقوبات اللي عليهم ولكن في النهاية في النهاية هذه اللجان قضائية في لجنة الانضباط وفي لجنة الاستئناف هذا لا مو يعني ما مثلوا أنا شخصياً فيه من الجزائر فيه من من السودان فيه من اليمن يعني أعضاء فيها وهم يعني طلعت لجنة الانضباط القرارات راحت لجنة الاستئناف غيروا في بعض العقوبات يعني العقوبة المالية خففوها جداً من اللاعبين وعلى ناد الفيصلي ولكن أنا يعني أمقدر موقف الأمير علي جداً كرئيس 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 الاتحاد الأردني يجب أن يدافع عنه يعني إلى أبعد درجة بالنظب بالطريقة القانونية ولكن الأمير علي قبل يومين قبل كم يوم كان فيه مشكلة أظن فيه نادي في الأردن على شباب ناشئين أظن وكان كان خطاب قوي جداً من الاتحاد الأردني يعني كان يعني رفض محاولات الخروض يعني أنا قرار لك مقاطع من البيان رفض محاولات الخروج عن النص والوقوف بحزم وقوة على من تسول نهو لفسه من افتعال الشغب أو التعدي على أي ركم من أركان اللعبة هذا الكلام اللي محتاجين حلنا في الاتحاد العربي ومحتاجين في أي دولة عربية إذا كان إذا كان القرية العربية لازم تتقدم لازم يكون فيه احترام الجماهير الإنجليزية لما بدأت تسوي شغب حرموها خمس سنين من دخول أوروبا يعني اللي أقصدها يعني قصة خطأ حكم احتمال لكل خطأ أنا ما أقول لك خطأ أو ما حكم إذا خطأ الحكم في المباراة أول حكم في كاس العالم حشمت بطولات نهائية كاس العالم بيختار لازم يكملها يا أبو كرامينا على يعني ردة الفعل كان مبالغ جدا نادي الفياصلي من أحسن الفرق اللي شاركه في البطولة العربية نادي الفياصلي وصل نهائي كان مهزوم اثنين صفر ورجع الهدف هذا لما جاء كان باقي لهم عشرين دقيقة كان ممكن يرجعون بساطة جدا ولكن المفلات اللي صار هذا حتى لو كان في خطأ حتى لو كان في خطأ ما يقول في خطأ وما كان في خطأ ما يبرر اللي حصل ضرب الحكم هذه غير مقبولة غير مقبولة في البطولات المحلية غير مقبولة في البطولات العربية غير مقبولة في الامبارات القارية ولا الدولية بأي مكان في العالم هذا غير مقبول أبدا يعني انك تروح تبقى تضرب الحكم انτε العصد متفاعد اسمح لي عشان كذا لازم أسألك أمامي تغريدة عم بتقول على ماذا اعتمد الاتحاد العربي هون بتقول جماهير فيصلي تناشدك واللي تحت عم تقول على ماذا اعتمد الاتحاد العربي في حرمان أكرم الزوي ومعتز ياسين وابراهيم دلدوم سنة كاملة وهم لم يقوموا بضرب الحكم طبعا أنا ما أنا بتكلم قانونيا السبب بسيط أنه أنا مول معنى هذا فيه ممكن أحد يطلع من يعني الموجودين في لجنة الانظباط والاستئناف في الاتحاد العربي بعضهم عملوا بالفيفا وفي الكاس وعلى مستوى كبير جدا هذا ممكن تسألونهم ولكن لما طلعت لما طلعت العقوبات بلجنة الانظباط عدلوا عليها بعضهم في الاستئناف يعني مثلا البطوء الغرامة كانت 200 ألف دولار على الفياصري تم تنقيصها إلى 50 ألف دولار الغرامة على اللاعبين بعضهم كانت 10 ألف دولار نقصت إلى 1500 يعني في قوانين عم نحكي على خمس لاعبين عماد أساس المنتخب الأردني اللي كان تأثر وتعادل مع أفغانستان وعلى عقوبات غير مصبية مثلا لو حدث العقوبات من اللاعبين في أفريقيا هل اتفقتم مع الاتحاد الأفريقي على هذا الموضوع؟ أكيد طبعا طبعا يعني ما راح يفرق لاعب أفريقي أو لاعب يعني لا تفكر مع الاتحادين والاتحاد الدولي بس ما زيدك بقولك حاجة يا أبو كرم أي قانون في العالم ما يفرق بين اللاعب أساسي ولاعب مو بأساسي لاعب مهم أو لاعب مهم أحنا مان اللام شوف اللاعب اللي أخطأ أحنا الآن يعني حتى كلام الأمير علي حتى كلام يعني ما حد قال اللعبي ما أخطأ ولكن هم الاختلاف على حجم العقوبة العقوبة تقدر أنت زي ما قد ذكر الأمير علي وبالعكس أنا أيدا وأنا أزيدا من الشعر بيت إذا كان فيه أي شيء أي شيء يعني أعطيك بادرة حسنية في الاستئناف في الاستئناف اللي تقدم فيه نادي الفيصلي جانب في طريقة كان ممكن نرفضه شكلا عشان جاء عن طريق المحامي هو كان يجب أن يكون طبعا عرفت هذا الموضوع بعدين رجع الاتحاد العربي قال لهم تقدموه ثاني مرة يعني حنا متعاونين إلى أبعد درجة ولكن النظام نظام المخطي لابد أن يعاقب في أي مكان في العالم يعني أعطيني بادرة حسنية يا أبو محمد أنك نتقدم الاستئناف بطريقة غير صحيحة ويرجع يقولك لا أقدموه بطريقة صحيحة تنحل أو ما بتنحل الأمور يعني اللي أقصد أنا ما أدشوف حنم هذا موضوع قانوني بحث فيه لجان قضائية أنا لا يحق لي أن أدخل فيها الأمير علي لا يحق لي أن يدخل فيها في الاتحاد الأردني الأمير علي كان يوم الأيام بيكون رئيس الاتحاد رئيس الفيفا أقوى رجل في كل القدم في العالم وهو عارف هذا الشيء كويس جدا ما فيه أحد يحق له بالدخول في اللجان القضائية هذه مستقلة تماما ما فيه أي أحد عليها كلام ولكن حنة يعني حنة قدمنا كل يعني طبعا الكلام مو بكلامنا حنة فيه كلام تقرير الحكب تقرير المراقب تقرير الأمن اللقطات التلفزيونية يعني هذه كلها إذا كان فيه أحد عنده يعني قانونيا يقدر يقول اللعب ألف أو اللعباء لم يقوم بهذا العمل بالعكس يعني حنة نقوم جدا يعني ممكن يستعاون معه أكثر ولكن يعني ما فيه فرق بين اللعب يكون أساسي يكون لعب دولي يكون لعب من أخطى لازم يعاقب وأنا أقول لك يعني لا تعاقبوا ردة الفعل انظروا للفعل في البداية خلينا نروح لفاصل أخير وانا في اللحظة نقوم بخير وانا مع هذا كله مع هذا كله انا حزين قاسم بالله حزين على اليسار وانا بكون حزين لو كان من نادي الفاصل أو أي نادي آخر ولا أتمنى أنها تتكرر بإذن الله وانا واثق من هذا الكلام لأنني حكيت مع الأمير قبل الأيام وقال نفس الكلام رح نروح لفاصل